السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله والصلاة والسلام من رسول الله ورحمة بكم أيها الإخوة في هذه الليلة نتكلم عن موضوع مثير نوعا ما وهو مجموعة من الحقائق الصادمة أو المفاجئة أو الغريبة وعلى الأقل غير متوقعة عن أمريكا عن دولة أمريكية يعني أنا تكلمت في سلسلة مثلت جلسات عن أمريكا التعريف أمريكا وتاريخها وتركيبتها ومستقبلها ولكن هناك مجموعة من الحقائق التي ربما لم أتطرق عليها عليها على الأقل لم تطرق بشكل واضح تتمم الصورة يعني الناس يعتقدون أن أمريكا مثل غيرها من الدول لها تاريخ معين ولها تركيبة معينة الحقيقة أن أمريكا هناك مجموعة من الحقائق تستغرب بشكل كبير أنها عكس ما تتوقع دعونا نأخذ هذه الحقائق واحدة واحدة وهي عددها لا أسابية عددها كبير أولا حينما أنشئت أمريكا كدولة وليس إنشاءها بمعنى هجرة الأوروبيين إليها وهجرة الأوروبية لا تعتبر بداية أمريكا أصلاً أمريكا موجودة من 15 ألف سنة منذ أن وصلها البشر من هجرة عن طريق ألاسكا لكن كدولة أنشئت هي من 200 سنة تقريباً 220 سنة 230 سنة تقريباً ولكنها لم تكن هكذا أمريكا الشاسعة هذه كانت فقط 13 ولاية في الساحل الشرقي 13 ولاية فقط في الساحل الشرقي لأمريكا وكانت قبل أن تستقل كانت مستعمرات مستقلة كل مستعمرة مستقلة تابعة للتاج البريطاني وتدفع ضرائب وهي جزء من المشروع من المبراطورية البريطانية وحينما استقلت حينما تشكلت هي تشكلت بحرب كما ذكرت في التاريخ الحرب التحريرة وحرب الثورة الثورة الأمريكية يعني هم أصلاً أوروبيون ثاروا معظمهم إنجليس ثاروا ضد التاج البريطاني قبل أن تستقل كانت هناك سلسلة حروب سلسلة حروب قاتل فيها المستعمرون قاتلوا الهنود الحمر وقاتلوا الفرنسيين وقاتل الأسبان سلسلة حروب طويلة وفيها دماء كثيرة جداً كانوا فقط في الساحل الشرقي يعني الساحل الشرقي لأمريكا ممتد من منطقة ما يعتبر الآن نيويورك إلى شمال فلوريدا فلم تكن دولة بهذا المعنى ولم تكن قد ملأت ولا واحد بالعشرة من حجم أمريكا الحالي سلسلة الحروب التي صنعت أمريكا طويلة يعني عدة سنوات استغرقت عدة سنوات وإعلان الاستقلال لم يحصل بعد نهاية الحال إعلان الاستقلال قبل أو في بداية انطلاق الحرب حرب التحرير حرب ثورة أمريكا فأمريكا هذا الاعلان الاستقلالي حسبونا هو اعلان تأسيس الدولة لا هو اعلان الاستقلال هو بانطلاق الثورة ضد ضد بريطانيا ضد التاجة بريطاني الاستقلال الحقيقة الحقيقة يمكن ربطه بالدستور والدستور كتبه ثم ratified يعني مقرر من قبل الولايات الثلاث عشر ما بين كتابته وقراره حوالي ثلاث سنوات تقريبا أو أربع سنوات والهذه الولايات الثلاث عشر بقيت مستقلة يعني مظلة الدستور كان مجرد مظلة ما كان يجمعها شيء ما كان يجمعها شيء أبدا هذه الولايات ما كان يجمعها شيء إلا الدستور والدستور هذا لم يعني شيئا لم يكن هناك جيش موحد كان بجموعةян ميليشيات تستدعى عند الحاجة حتى القانون الفيدرالي ما كان في قانون الفيدرالي كان فقط الدستور والدستور هذا ما احتاجه إلا في مراحل متأخرة فكانت الولايات وحتى كانوا يشار إليها بالجمع صيات الجمع كأنها الدول مثل الدول التحاد الأوروبية حاليا كانت إلى منتصف القرن التاسع عشر إلى 1850 بعد حرب الحرب الأهلية كان يشار إليها بالولايات المتحدة الدول المتحدة مثل الاتحاد الأوروبي يشار إليها بصفة الجمع من المعلومات الغريبة كذلك أنه بعد الاستقلال بعدها بحوالي 14 سنة ادخلت في حرب ثانية حرب مع بريطانيا حرب كبيرة مع بريطانيا حينما أرادت هذه الأهلية 13 أرادت أن تتوسع غرباً اصطدمت بأمريكا بريطانيا الموجودة في كندا وشنت عليها بريطانيا حرب كادت أن تنهيها مرة ثانية في 1812-13-14 سنتين تقريباً أو ثلاث سنوات تقريباً 1812 بدأت الحرب وانتهت في 1812 وصل واشنطن وصل واشنطن وحرقوا البيت الأبيض وحرقوا المدينة حرقوا المدينة للإنجليز لكن بعدين ارتدوا بين قوسين حظهم جيد الأمريكان استطاعوا أن يدفعوا بخشائر فادحة كانت كادت أن تنتهي الولايات المتحدة مرة أخرى بعد نشأتها بحوالي 22 سنة من الحقائق المعروفة عند الناس لكن نثبتها أنه أمريكا لم تكن لتنشأ لولا أن هجر وقتل قتل 86 هندي أحمر وهجر عدد كبير آخر يعني هجر يعني أما نقتلك ولا تروح لمستعمرات التي أنشأناها وأنشأوا لهم مجموعة مستعمرات ويق جدا وخلاصا تدبر حالك يعني ما يدبرونهم مسائل النقل يجبرونهم على أن يدبروا حالهم بوسيلة النقل ووضعهم في تلك المستعمرات وقتلتهم الملاريا وقتلتهم الكوليرا وقتلتهم أمراض أخرى والجدري كذلك فقتل عدد كبير من هجر الحمر لهم أصلا سكان أمريكا الأصليين وكذلك نشأت على من زمان قبل أن تتكون الدولة يعني منذ أن بدأ المستعمرون ليزرعون التبغ والسكر أتوا بالسود من أفريقيا نقل من أفريقيا 12 مليون تقريبا 12 مليون مات منهم 40% جزء ماتوا في الطريق في المحيط الأطلسي يرمونهم من السفن وجزء ماتوا ما بين وصولهم إلى أن استقروا مع سيادهم في المزارع 40% يعني 12 مليون مع أنها مات منهم تقريبا حوالي 5 ملايين 5 ملايين ممن نقلوا من أوروبا أمريكا الأراضي التي أضيفت إلى الولايات التي في الساحل الشرقي الساحل الشرقي اللي هي 13 ولاية الولايات التي أضيفت أضيفت إما بحروب أو بشراء لويزيانة تسمعنا عنها لويزيانة كانت ولاية ضخمة كانت تقريبا ربع أمريكا ممتدة من الجنوب إلى الشمال اشتريت من فرنسا فرنسا كانت في وضع مالي صعب وباعتها بثمانين بخص نسبيا واشترت كذلك أراضي من المكسيك وأخذت أراضي من المكسيك ودخلت في حرب مع الأسبان ودخلت حرب ثاني مع الفرنسيين ودخلت في حرب مع الإنجليز والتوسع غربا كان صعب لأنه بد من عبور سلسة الجبال تأخر من ضم الغرب إلا بعد 30-40 سنة تقريبا من تأسيس أمريكا فإذن انضمام هذه انضمام الولايات إلى إلى الاتحاد الأمريكي اللي في 13 ولاية تم بشكل تدريجي عجيب كل سنة سنتين ثلاث سنوات خمس سنوات عشر سنوات تضاف ولاية تصور أن بعض الولايات لم ترسم كولاية كانت تعتبر مقاطعة لم ترسم كولاية إلا في الخمسينات ميلادي يعني 1959 إلاسكا لم ترسم كولاية والهواي لم ترسم كولاية إلا في القرن العشرين يعني وحتى اعتبارها كمقاطعة لم تصبح مقاطعات إلا في نهاية القرن التاسع عشر فهذه تشكل أمريكا على شكل دولة لم يتم إلا قريبا الحرب الأهلية الحرب الأهلية حرب هظيمة يعني وخطيرة و حصدت من الأمريكان 700 ألف شخص وكانت تمريكا فيها 30 إلى 40 مليون يعني حسبها بمقاييس الآن 300 مليون كأنها 7 ملايين كأنه قتل فيها 7 ملايين بمقاييس الآن يعني 700 ألف شخص وطولت 4 سنوات والعجيب أنه رغم أنها حرب طاحنة قتلت الكثير واستهلكت ماء للآخر أن أمريكا انتعاشت بعدها الحرب الطاحنة هذه لم تؤدي إلى تدميرها بل بالعكس انتعاشت بعدها واستقرت العنصرية أزالتها الحرب العالية لأنه أصلا قامت الحرب بسبب العنصرية بسبب قرار العبودية مع أنه الحقيقة وهذا من الحقيقة الصادمة أنه الناس يعتقدون أن العبودية نفسها سبب في الحرب لا أنه وزارة العبودية لا الحقيقة أن الولايات عدد من الولايات لم يريدوا للنظام الفدرالي أن يفرض عليهم أن يفرض عليهم أنهم يستعبدون لما يستعبدون والاستعباد لم يكن القضية قضية أنه النظام الفدرالي ما لحق يقرر كيف يعيشون نظام الفدرالي موجود في الدستور في قضايا معينة في الجيش والقضاء القضاء الفدرالي خلاف بين الولايات أما تعلمونا كيف نبيع ونشتري وكيف نتعامل مع أنفسنا وكيف نتعامل مع العبيد هذا مو شغلكم فالتمرد في ولاية الجنوبية لم يكن تمردا على إلغاء العبودية ولكن كان تمردا على تدخل الواشلطن في شؤون هذه الولايات العبودية وزيلت العبودية وزيلت لكن بقيت بقيت العبودية وزيلت رسميا في الدستور وزيلت خلاص ما عندنا أحد يشتري لكن بقيت العبودية كثقافة وكممارسة رسميا رسميا بقيت يعني التفلقة العنصرية بقيت إلى الستينات لم لم تلغى العنصرية بالكامل إلا بعد حملة الحقوق المدنية حركة الحقوق المدنية التي قادها دكتور كينغ لوتر كينغ مارتن لوتر كينغ فالعبودية العنصرية بقيت يعني رغم أنها أزياء كبيع وشراء لكن العنصرية نفسها بقيت رسميا رسميا معترف بها إلى 1969 يعني في ستينات ميلادي بعدها بقيت أزيلت كنظام لكنها كقانون ولكنها بقيت كثقافة بقيت كثقافة الثقافة العنصرية متأصلة في المجتمع الأمريكي والآن قاعد تبين العنصرية أكثر وأكثر والآن العنصريون سواء ضد السودة وضد الديان الأخرى وضد اللاتين معناها جنوب أوروبا أو أمريكا الجنوبية قاعدة الآن تتمظهر بشكل أو بآخر خلال الأزمة الأخيرة كانت أمريكا ضعيفة ومفككة حتى بعد اتحادها حتى بعد انتصارها على أمريكا على بريطانيا في حرب الاستقلال وانتصارها في حرب 1818 كانت ما فيهم مفككة وجيشها غير نظامي كل ما صارت حرب راح وجمعونهم كم نفر إلى حد الحرب العالمية الأولى يعني دخلوا حرب مع المكسيك ودخلوا حرب مع الأسبان يعني هم جيش شعب يكثر من الحرب والقتال ويحب السلاح ولكنهم لم ينظموا أنفسهم في جيش حقيقي مدرب وله تخطيط استراتيجي وترتيب إلا في الحرب العالمية الأولى من العجائب أنهم دخلوا في حرب مع ليبيا مع ليبيا كجزء من الدولة العثمانية في 1801 واستمرت الحرب عدة سنوات وانتصر الليبيون انتصر أني يعني معروف وأسروا جزيرة سفينة كاملة هذه من الحقاء كذلك أسروا سفينة حربية اسمها فرادلفيا وأسروا عدد كبير من البحارة وقتلوا قائدهم وأسروا عدد كبير من غنموا عددا من الملائم حوالي 40 مدفع المدفع ذكريا كان شيء عظيم واستمرت أمريكا تدفع جزية حتى تؤمن مرور سفنة تجارية حوالي سبع سنوات سبع سنوات كانت تدفع جزية لليبيا التي كانت جزء من الدولة العثمانية المهم أن أمريكا لم تكن قوية ولم يكن جيشها النظامي إلى الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية وما دخلتها مختارة دخلتها مجبرة في نهاية الحرب مع بريطانيا ضد ألمانيا وحينما انتصر الحلفاء ضد بريطانيا كانت قفزة قوية لأمريكا أن تكون قوة منافسة للنفوذ البريطانية لكن بقيت بقيت بريطانيا قوية إلى أن جاءت الحرب العالمية الثانية وكانت أمريكا من أهم الأسباب في انتصار الحلفاء ضد ألمانيا وتحولت إلى قوة عظمى خلاص ما عاد ينافسها إلا الاتحاد السوفيتي من ضمن المعلومات أو الحقائق التي لا يعرفها الكثير اقتناء وبيع السلاح ليس متركا للولايات هو منصوص عليه بالقانون بالدستور إن اقتناء وبيع السلاح مكفول بالدستور ولا يمكن لا يمكن لولاية أن تمنع اقتناء وبيع السلاح لا يمكن لأي ولاية من الولايات أن تمنع اقتناء السلاح وحمله ممكن أن ترتب العملية لكن لا تستطيع أن تمنع علينا حق مكفول بالدستور وله سبب عجيب سبب مثير سببه له علاقة بنشأة أمريكا منعا لتغول السلطة طبعا الآن ما عادي يمدي الدولة السلطة عندها دبابات عندها طيارات عندها جهزة متطورة عندها تصالات كان السبب الأصلي هو أنه إذا حمل الشعب السلاح يستطيع يقاوم إذا أرادت السلطة أن تتحول إلى سلطة دكتاتورية مستبدة فالشعب يستطيع أن يقاتل ويمنع تغول السلطة يمنع دكتاتورية السلطة هذا كان سببه ويعتقدون أنه السبب لا يزال مبرر إضافة للعنصرية كانت ولا تزال أمريكا تعاني من الطبقية لماذا؟ طبقية مالية تجارية طبقية في المستوى الاجتماعي لأنها أصلا الرأسمالية في أمريكا ثقافة متأصلة يعني هم يتبنون الرأسمالية ليس فقط كنظام اقتصادي يتبنونه كمشروع حضاري شامل كثقافة شاملة يعني طريقة العيش أصلا ما بدأ عندهم ما بدأ عندهم أن الدولة تتكفلك بالصحة والتعليم لا من قريب يعني الدولة ما كانت أمريكا تتكفل بالصحة إلا في نهاية الستينات شيء بسيط محدود وبعدين جاء كولينتون ووسعها جاء باباما ووسعها والآن ترامب استطاع أن يلغي ما عمله لأنه باقية ثقافة الرأسمالية المتوحشة أنه والله دولة ما هي مسؤولة عنك أن تدبر حالك أن تدبر حالك الرأسمالية هذه التي تجعل المال مجتمع في يدي فئة صغيرة من الناس طبعا الرأسمالية المتوحشة ليست لا تعني أن الوضع الاقتصادي ضعيف لا الاقتصادي قوي ومنتج وكل حاجة لكن فيها طبقية تكون في طبقية شاسعة جدا بين الناس من الحقائق التي لا يعرفها الناس أنه الـ FBI ترى ما تشكلتها لتوها الـ FBI اللي هو الشرطة الفدرالية كانت الشرطة فقط شرطة الولايات ما كان فيه شرطة الفدرالية إلى حد 1908 ما كان فيه شرطة شرطة الفدرالية ما كانت هناك قوات أمن تابعة للحكومة الحكومات للولايات هي التي لديها شرطة في كل ولاية لديها شرطتها ما كان فيه شرطة فدرالية يعني هذه يسمونها FBI الآن الـ FBI من أكبر من استتاكد حجمها يكاد ينافس الجيش الأمريكية وإن لم يكن أكبر من الجيش وتشعبت وتوسعت وأصبح نفوذها داخل الولايات نفوذا هائلا الـ CIA لم تتشكل إلا فيها 247 يعني بعد الحرب العالمية الثانية يعني ما كانت أمريكا تحتاج إلى مخابرات خارجية وبالمناسبة هذه أخذنا إلى موضوع الرغبة التوسع العالمي ما كانت أمريكا ترغب بالتوسع ولا تؤمن أنها تحتاج التوسع عندها موارد ضخمة داخل أمريكا وعندها بشر والناس يهاجرون إليها ما هي محتاجة يهاجر ليها العقول وطالبين ما يسمى بالحلم الأمريكي فما محتاجة هي أنها تستعمر بلاد أخرى بل تشاسع فيها من الخيرات والمجال الزراعة والذهب والنفط ما يعني ما يكفيها ويكفي غيرها وذلك لم تكن ترغب في التوسع وقد وضع في انتصف القرن التاسع عشر الرئيس مونرو وضع مبدأ يسمون مونرو دوكشنن أنه هو الله يا أوروبا ويا دول الاستعمارية كفوا عننا وحنا نكف عنكم ما عد حنا حدودنا أمريكا الأمريكتين وأنتو حدودكم دياركم لا تقربون عننا ما نسمح لكم تقربون عننا وحنا ما نقرب عنكم ما نقرب يمكم ولا نقرب من استعماراتكم فلكن طبعا هذا الكلام تغير بعد الحرب المنوية الأولى قليلا بدوا يتلمضون على النفوذ الدولي ثم توسع في الحرب العالمية الثانية أصبحت مريكا دولة عظمى أصبح لها قواعد عالمية أصبحت تولي هي التي تحمي أوروبا من الاتحاد السوفيتي ثم بعد حرب الخليج وما أسمو حرب الخليج ثم بعد سقوط التحاد السوفيتي على يدي قربة شوفا لتسعين أصبحت أمريكا هي الرائدة النظام العالمي أصبحت هي القوة الوحيدة فأصبحت يعني ترى نفسها بالضرورة شرطي العالم ترى نفسها تتحكم بالعالم سياسيا وعسكريا واقتصاديا صاديا بالذات اللوبيات لم تكن موجودة لم تكن أصلا تستطيع أن تكون موجودة إلا بعد انتشار الاتصالات والمواصلات يعني إذا أنت تسوي لوبي لوبي السلاح ولا لوبي النفط ولا لوبي الصهيوني ولا لوبي اليميني ولا لوبي المال كيف تسويه وأنت ما عندك اتصالات ما عندك مواصلات كانت حتى تنتقل من الشرق أمريكا إلى غربها تأخذ شهرين ثلاثة شهور ثم حتى بعد ظهور القطار كان يستقرق أسبوع أسبوع علشان يصل إلى الغرب في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن التاسع عشر بدأت تليجرام النظام البرقية ولم يصل إلى نظام التليفون والإذاعة والتلفزيون والنقل السيارات إلا في تسعمية العقد الثاني والثالث من القرن العشرين فهذه العولمة الداخلية التصالات الداخلية هي التي فتحت المجال لللوبيات نعم كان هناك نفوذ لأهل المال لكنه لم يكن لوبيا كان نشاطا أو نفوذا داخل كل ولاية أما اللوبي الذي على مستوى أمريكا الذي يتدخل في السياسة يتدخل في العسكرية والقرارات العسكرية وقرارات صادية هذه اللوبيات لم تتشكر ولم يكن له هجان إلا بعد الآقد الثاني من القرن العشرين لا اللوبي اليميني ولا اللوبي الديني ولا اللوبي الصيوني ولا اللوبي الإنجيري ولا اللوبي إلى آخر وتبعا لذلك معلومة صادمة كذلك موقف أمريكا من إسرائيل ترى ما كان إيجابي كان سلبي كانت أمريكا ليست متحمسة لإسرائيل بل بالعكس كان موقفها من خلال عصبة الأمم قبل أن تطلع الأمم المتحدة عصبة الأمم التي تشكلت بعد الحرب العالمية الأولى كان موقفها في عصبة الأمم وموقفها من كل المؤتمرات العالمية كان أقرب إلى الفلسطينيين أقرب إلى العربية وكانت ترفض هذا المبدأ الاحتلال وكانت تناكف بريطانيا في هذا الموضوع لم يتغير موقف أمريكا إلا في 1942 حينما عقد المؤتمر الصيوني في أمريكا اسموه مؤتمر بالتيمور وفي 1941 أسف بدأ اليهود أو الصهاينة يشغلون العناصر اليهودية الغنية في أمريكا تأثير على الرأي العام الأمريكي ووصل المرحلة الأولى التي كسبوا فيها الأمريكا كان هو في 1948 حينما كانت أمريكا من أول دولة اعترفت بإسرائيل ولكن بقي الحماس ليس قويا وهذه من المعلومات الصادمة أمريكا مثلا وقفت ضد العدوان الثلاثي على مصر عدوان بريطانيا وإسرائيل وفرنسا وأجبرت الثلاثة أن ينسحبوا من مصر أجبرتهم أجبارا أن ينسحبوا من مصر لكن عاد النشاط الصيوني يتصاعد إلى أن وصل إلى ذروته في 1967 ثم أصبحت مصلحة إسرائيل مقدمة على مصلحة أمريكا يعني الآن مو الآن بعد ترامب بدأت الصورة تتغير يعني من يوم بدأت تصاعد أصبح الرئيس الأمريكي وعضو الكونغرس وعضو الشيوخ والنواب وحكام الولايات وغيرهم المفروض أن يقدم الولاء لإسرائيل قبل أن يقدمه لأمريكا وممكن يقول كلام يزع على الأمريكان وينجح لكن ما يمكن يقول كلام يزع على اليهود أو إسرائيل وينجح فتصاعد اللوب اليهودي جديد يعني وهذه الناس يعتقدون أن الأمريكان يتبنوا الصيونية من زمان أبدا الصهاين اعتمدوا اعتمادا كليا على بريطانيا من يوم شافوا نجمها يأفل في البداية الحرب العالمية وأنه مستقبلها سينكمش قالوا خلنا نضع بيضنا في سلة أمريكا شافوا أمريكا صاعدة وغنية وقوية نضع بيضنا هناك من الحقائق الصادمة كذلك أمريكا فيها 165 ميليشيا مسلحة مسجلة رسميا مسجلة رسميا اللي غير مسجلة رسميا ربما تصل إلى 1700 أو 1000 ميليشيا مسلحة هذا مليشيا يعني تنظيم تنظيم مسلح لأنه الدستوري يكفل لهم يقول لكم الله حنا ما دبحنا أحد ولا اعتدنا لأحد حنا بس نتدرب وعندنا معسكر وعندنا كذبة والدستوري يكفل لنا فما يقدر حكومة أمريكا ما تستطيع تعمل لهم شيء ففيها 165 ميليشيا معظمهم معظمهم نزعتهم عنصرية معظمهم نزعتهم عنصرية ضد ضد السود أو ضد المسلمين أو ضد اللاتينو يقال أنه خلال السنوات الأخيرة بدأت تتشكل ميليشيات من هذا الجماعة الأنتيفة الحقيقة ليست يعني معلومة جديدة الأنتيفة الأنتيفة هي أنتيفاجزم تشكلت هذا التيار أنتيفاجزم تشكل خلال العشرين وثلاثين سنوات الأخيرة ليضد الفاشية هم يعتقدون أن أمريكا تغزوها الفاشية من أيام طاهرة طاهرة نيو كونز أيام جورج بوش الإبن والشخصيات الذين جلبهم معهم في السلطة يظنون أن هذه نزعة فاشية فاشية معناها أن السلطة تقمع المخالفين وتقمع الليبراليين كل الذين يريدون الحرية والمحاسبة والشفافية فتعظمت هذه النزعة وكسبت عدد كبير من الذين ضدوا العنصرية فهؤلاء كذلك يقال أنهم بدأوا يشكلون مليشيات لهم من ضمن الحقائق الصادمة أن الحزب الديمقراطي الذي الناس يظنون الآن أنه مرتبط اسمه بالليبرالية ترى كان هو الحزب المحافظ هو ضد الليبرالية ضد الحرية الحزب الجمهوري تأسس أصلاً من أجل قضاء على العبودية تأسساً بمشروع الليبرالي الحزب الجمهوري الحزب الديمقراطي أقدم تأسسه في 1792 يعني تقريباً مباشرة بعد نشهة أمريكا الحزب الديمقراطي كان فيه حزبين حزب الفيدرالي والحزب الديمقراطي ما كان فيه حزب الجمهوري الحزب الجمهوري تأسنه في في 1952 آسف 1854 وسبب التأسيسه هو إلغاء العبودية يتبنى لينكل مشروع إلغاء العبودية وأسس الحزب وفاز بهذا المانديت بهذا الطرح فاز بهذا الطرح لأنه كان فيه توجه لبرالي عند الأمريكان ودعمه هذا الحزب فالحزب الجمهوري من المفارقات أنه هو الحزب الذي له نزع لبرالية إلى 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 أعتقد إلى الستينات أعتقد إلى الستينات بدأت تتغير الموجة وكان هناك سبب لها نسيت نسيته السبب المن بدأت تتغير الموجة صارت اللبرالية تنسب إلى الحزب الديمقراطي والمحافظة والتشدد والعنصرية تنسب إلى الحزب الجمهوري وجاء بوش ثم جاء كلينتون آسف ثم جاء ترامب وكملها ووصلها إلى الحد الأقصى إلى أن حزب الجمهوري كأنه يعود بالبلد إلى عهد ما قبل العبودية هذه مجموعة الحقائق تتمم الصورة التي ذكرتها في جلسات ثلاثة يعني أفضل من يسمع الجلسة اليوم أن يعود إلى الجلسات الثلاثة ووضعت لها رابطا قبل أيام وسأعود أرى علىها رابطا مرة أخرى في تويتر نكتفي بهذا القدر نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل بأفول هذه القوة المتغولة التي أزعجت المسلمين وزعجت غيرهم أو أن ينفع الله بها أي يسخرها لنا بشكل أو بآخر سبحانك الله وحمدك وشهدوا لا إله إلا أنت نستفر وليك السلام عليكم رحمة الله